صارت عملية بابو الخصيب للأمانة دخلوا انجليز مشين على الأقدام يعني ما نشاهدت بعيني بس شفتها بعديا طبعا بس من خلال قصص المتناولة لأنه قديم جدا عن مناطق هاي قدروا من خلال سبع انجليز أو سبعة من الجيش الانجليزي ووضعوا رؤوسهم على القصب على مدخل فمن دخلت القوات الانجليزية وراهم وشافوا ولا رأسا تراجعوا فحقيقة كانت أكو هناك بطولات بس كان المفروض يعني توثق كانت حرب حقيقة شرسة ظالمة ما بها أي إنسانية وغير متكافية وغير متكافية ومن صفق بين مدني وعسكري يعني كان يقصف بشكل مجرد يطيق عملية الصدمة أو الإرهاب يرهبك بطريقة بحيث يخليك تتخلى عن موقعك أو تخاف لكن المقاومة كان الشديدة حقيقة الجيش العراقي في البصرة قاوم مقاومة شديدة جدا بس تعرف أنت هذا التكافأ قليل والأسلحة اللي دخلت للعراق من قبل الحلفاء يعني يعني دبابة أنا شفتها باب الخصيب يمكنها تفاع حرب عمتار وطولها يمكن 20 25 يعني كانوا ما بنايدة تمشي مو دبابة مو دبابة يعني شنو هاد الشباب اللي كانوا يحاربون يعني أنا أتذكر المعركة الثانية اللي صارت باب الخصيب رادوا مني سيارات وطلعوا الشباب اللي إذا قاتلون عسكر ومدنيين طبعا وكل منهم أغلبهم من الرفاق الحزب ومحبي العراق يعني حتى المدنيين في ذاك الوقت يعني شاء له اسلاحهم وطلعوا يحاربون لأنه بعد صار احتلال فكانوا يحطون الاربي جي سيفين يخطلون بالأنهر أو بالخصيب مشورة بكثرة الأنهر فكانوا يخطلون بالأنهر ويطين حاله ويكون جزء من المنطقة بحيث لا ينكشف ويطلع بس رأس القادمة فمن تقترب الدبابة يضربها ما أعرف هم وبعدين لقوا حل يعني جابوا معرف مواد حديدية أو فتشي بحيث القديمة حتى من يطروح كانت تنحرف إلى حد ما كان يدعي أنه العراقيين مدافع أو عن بلادهم أو من سحبه أو كذا لا 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 القتال كان عنيف لكن الأسلحة استخدمت أسلحة أكثر من الطاقة الموجودة بالعراق وشي متقدم وتكنولوجيا عالية صحيح والعراق محاصر أساسا محاصر أساسا 13 سنة فمن دخلة القوات البريطانية يوم 6-4 لا قبل 6-4 دخلوا يوم 4-4 4-4 أنت ذكر بالكتاب يوم 6-4 يوم 4-4 كانوا محاصرين من كل الجهات تقريبا عدم منطقة تنومة لكن يوم 6-4 دخل الجيش البريطاني في شوارع البصرة وقاموا يساوون استعراض أو فتشي من القبيل يساعدون قوتهم أمام الناس وكانوا يحاولون أن يعني يستقطبون البشر فتذكر كانوا شاهدين ورد ورد على الدبابات ورمون الناس ما كانت تستقبلهم بذيش الرحابة لأنهم احتلال يعني الله أكبر والعراقيين تدري أنتم وابع الاحتلال يعني هذا يعتبر جزء من يعني من القيم اللي عندنا فسووا جولة بداخل مدينة البصرة وراحوا استقروا بالقائد بالقصور الرئاسية بالقصور الرئاسية على شطة العرب لا اشتركوا في القناة شكرا